بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين شباب وصبايا يعطيكم الف مليون عافية وصلنا الدرس الخامس تطبيقات القيم القصوى الدرس بده شدة حل الدرس ممكن او بدون ممكن انت بليوم بالمية شفته صعب الدرس تمام بس لما شفت الدرس صعب انا اريد كيف نشرح من خلالنا تمام كيف نشرح هيك دروس كيف نبسطها عليكم تمام طبع بدك تعرف ان هذا الدرس هو عبارة عن الدرس توجيهي فس ان او رجيك شو بنعمل نحن وسادس التوجيه يلا يلا اول شي سنلت الدرس تطبيقات القيم القصوى قبل ما ابلش باي اشي تمسك لهاي تمسك لهاي تمسك لهاي وينها هاي بتطبعها طبعا يعني هدول تمام خطوات طلع هزا دور جيك خطوات الحل خطوات حل تطبيقات القيم القصوى تمام خطوات هدول بدهم ينكتبوا وممنوع من عن باتن انهم يضيعوا يعني اكتبهم وعلقهم هاي الخطوات ضروري يعني قبل اي اشي اخر واحد اكتب القوانين اكتب لك ايام اتش لحالها يعني قوسى الموضوع القانون ثلاث اعوض في القانون اللي ما استخدمته اربعة اشتق وساوي بالصفر انا انت المفروض انت مش فاهموا لايش من اللي بحكي المفروض يعني انا قاعد بقرأ ايش انت لسه مش عارف عن ايش بحكي الغاز بس ضروري تكتبوا هدولة حل الدرس كامل خمسة اوجد قيمة اكس ستة اوجد قيمة واي او اتش حسب السؤال يابت كو ايابكم في اياها واي اتش سبعة اشتق المشتقة الثانية تمانية اوجد المطلوبة حلوي تكيلي حلوي في بعض القوانين لازم انك تكون حافظها كوبي بيست حافظها ما تنزهاش اول خطوة بخطوات الحل اكتب القوانين اول خطوة هذا السؤال مليون بالمية جاي مليون بالمية وطلعت مبارح خبر انه امتيحانك وزاري راح يقول فا مليون بالمية جاي مليون بالمية اول خطوة اكتب القوانين مش حافظ القوانين راح السؤال اه ما تكملاش ما تحلاش هدول القوانين لازم تكون حافظهم كل واحدة فيهم المستطيل المربع متوازن مستطيلات قاعدة مربعة الدائرة كل انا كتبت لك اهم اربعة اهم اربعة هم فيه اكثر فيه عشرة انا بالعادي بكتب عشرة القوانين لطلاب التوجيه بس انت بديك تحفظ هدول وكثر الله خيرك المستطيل المربع متوازن مستطيلات هدول بدك ايهم تحفظهم فيه اشي اسمه الايه اللي هي المساحة اللي هي اكس في واي البي اللي هي المحيط اثنين اكس اثنين واي المربع اللي هو الاكس تربيع المساحة المحيط المحيط هاي اسمها بي محيط اختصار لكلمة اريا اللي هي مساحة هذول القوانين لازم تكتبهم ضروري يعني ما تفوت الدرس ما تكمل حل ما تعمل اي شي غير لما تكتبهم مش كاتبهم يخلف عليك يعطيك العفراحة كل شي متوازن مستطيلات قاعد مربعة فيه رقانونين اي وفي في لكلمة فوليوم اللي هي حجم واخر ايش الدائرة المساحة اللي هي باي ار تربيع والبي اللي هي اثنين باي ار يلا نبلش شرح يلا هذا كله كان حكي شو لازم تعمل هسا انت حكتلك هسا اجدوري شو هط كفر ايه كفر صح اه في واحدة اسمها هسا سارة يلا ما تخرج حتى وقت اسمها سارة قاعد تحضر وتحضر وتحضر ان يكون قاعد يكون قاعد تحضر بالفيديو إذا سألعب عليهم منكير ماذا تفعل سارة؟ تمسك أول وجه ثاني وجه ثالث وجه رابع وجه كم وجه ستمنكر؟ أربع وجه أربع وجه أربع وجه أربع وجه أربع وجه ثاني تلاحظ أنه هنا من هنا وهذا من هنا ، جليت سألعب برتقار ليس أنا اللي سألعب برطقار ليس أنا اللي اقتردني واحد من فوق واحد من تحت وفوق أو تحت نفس الحجم وهذه نفس الطول صح؟ ممكن أسمي هذه اكس وهذه اكس وهذه واي وهذه واي يعني عندي كم من حبة اكس؟ حبتن كم من حبة واي؟ حبتن فعندما أجل أحكي لك محيط ما يعني محيط؟ هي صارة كم من وجه راح تمنكر فبتحكي لي اربع شغلات واحد اثنين ثلاث اربع حبتين من اكس حبة حبتين من اكس وحبتين من واي فالمحيط يا سيد العزيز للمستطيل المحيط اثنين من اكس اثنين من واي طيب شو هي المساحة اذا هاي هو المحيط فيما تشو هي محيط تسمع بكلمة محيط بس عمرك استوعبت شو هو هاد هو المحيط يعني على سبيل المثال شوفت عامل تمام بناء عامل بناء concise محيط多 time محيط احسب لك يا امي على الف دينار قبل عشرة على ستمية دينار الف الف ستمية ستمية بس صح هيك المنطق بحكي لك طب شو هي المساحة اضهاض هو المحيط شو هي المساحة اللي هي هاي اصلا المحيط الاطراف البرواز البرواز هي المحيط المساحة اللي هي الداخلية هاي الطول في العرض هاي كامل كم طولها؟ كم عرضها؟ هاي المساحة كاملة هاي المساحة ايش كاملة فتمسك كل هاد هاد هو المساحة اما الوحيط هو البرواز الطول في العرض تجعل القانون الثاني المربع هاي وهاي 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 مربع اضلاع متساوي كلهم نفس الطول كلهم يعني كم من وجه عندي اربعة توجه بالمربع هاي كم حبات اكس هاي كمحيط لو صار اجت بدهات منكر تحكيلي انا منكرت لك اربعة شغلات اربعة واحدة دينتين تلاتة اربعة وكلهم نفس الطول يعني احسابي على الوحدي باخد ليرة واربعة يعني اربعة ليرة منطق جدا طب شو المحيط برضو المحيط برضو المساحة اللي هي الطول في العرض الطول اكس والعرض اكس مهم نفس الشباب تصير اكس تربيع متوازي مستطيلات قاعدة مربعة حتى تستوعب عليه شو هوا المتوازي المستطيلات او اي شكل متوازي في الدنيا استهدد الثريدي بكل بساطة واي شكل مربعة اصبعük بكية عصير قبل عشرة جلوش متوازي مستطيلات قاعدته مربعة القاعدة قلبة اصبح ليس ترتديق متوازي مستطيلات اشي له طول وعرض وارتفاع هم هدول التلات هو هيك بتنحط كرسم برياضيات طول وهذا نص أصبر هيك بتنرسم طول عرض وارتفاع تلات شغلات واحدة تنتين تلات هيك بنسميها تلات محاوة مش اكس وواي اكس وواي وز تمام هي طوله فعرضه في ارتفاع فأي ابني قدم طوله عرض وارتفاع احنا شو بنحكي ماشاء الله مثل الجحش صح يعني لو فات وفات علينا هيك بتطلع عليه خربية يهودك شو ها طول بعرض وارتفاع ثور ثور فأي اشي إلا طوله عرض في ارتفاع ما بسميه محيط بسميه حجم شو بسميه حجم حسا المساحة المتوازل المستطيلات قاعدة مربعة إلو قانون إلو مساحة ومحيط لو معي شيك المربع كان فهمت أكيا بس لو تحفظ يكون أفضل لو تحفظ إنو مساحة وحجم مش محيط حجم كبير ما شاء الله طول بعرض ارتفاع فأنا بحكي عن حجم أما الدائرة آخر اشي باي ار تربيع واثنين باي ار هاي دي اثباتها سهل بس احفظهم هادول القوانين لازم تكون حافظهم ويلا نحل اول سؤال اول سؤال نحل بمسك هاي القوانين هسه ومشي عليهم واحدة واحدة يلا اول شغال يا سيد العزيز بدي احلو حتى تستوعب عليه ما راح احل هاض من الحياة ادحل اطحقها من فهمي بعدين ارجع من الحياة ادحل هاض بعدين ارجع لمين لهضاك يريد نجار بناء سقف خشبي تخيل معي تخيل معي في عندي نجار عندي نجار بدي يبني سقف سقف خشب سقف خشب لمين لحضيرة حيوانات تمام عندي حضيرة حيوانات جاج مجاج غنم اي شي بدي احط لهم سقف السقف خشب بدي اعمله بدي احط سقف خشب تمام على شكل ايش المستطيل يعني ادو شكل بدي استخدم المستطيل هو هو الكاتب العراقي المستطيل فانا راح استخدم المستطيل ولا المربع ولا الدائرة ولا المتوازي اكيد يعني هيا انه المستطيل المستطيل المحيط المحيط تاع السقف جadiش اربعة وخمسين اكيد النا whose 54 برcontrol الاربع اطوال مش عندي واحدة هنا وهون زي هايا وحدة وحدة نفس الاشي واحدة وواحدة نفس الشيء x x y y ثنتين x x y y صح؟ فهذه المجموح هذه كانت 10 سنتي وهي 10 سنتي وهي 20 وهي 20 عسبين مثالا تمام؟ أو هي 7 وهي 7 وهي 20 وهي 20 بيحكي لك مجموحهم 54 هذول المحيط كامل مجموعة 54 جد أكبر مساحة ممكنة لسطح الحظيرة هل سكلمة أكبر مساحة أقل مساحة هي قصوى لما يحكي لك أكبر أو أقل يعني يا بدي أكبر إشي يا أقل إشي تمام؟ هي يسمها التطبيقات قيم قصوى قصوى فأول إشي الذكرة هو إيش كان معطيني المحيط ولأنه شكل مستطيل مستطيل ومعطيني المحيط 54 تعالي مش عريه؟ هذا رح ياخد وقته إحنا من حل نبدأ واحدة واحدة أول خطوة من الخطوات إيش كانت؟ أول خطوة رقم واحد إيش كانت؟ اكتب القوانين اكتب القوانين قوانين إيش بدي أكتب؟ قوانين المستطيل قوانين المستطيل هاي أول خطوة اكتب القوانين إذا مش حافظ القوانين راح السؤال يعطيك العافية أول إش بكتب القوانين قوانين المستطيل أنا كم من قانون حافظ المستطيل؟ تحكي لي قانونين الأستاذ أنت كتبت لنا على كل واحد فيهم مستطيل مربحة كل واحد كتبت لي قانونين بحكي لك عليك نور المستطيل إله مساحة وإله محيط شو قانون المساحة الاكس في واي اللي هو الطول في العرض؟ المحيط حكينا اتنين اكس زائد اتنين واي في مشكلة؟ في مشكلة؟ بتحكي لي معي في مشكلة بس هس سؤال سؤال؟ ممكن سؤال؟ هو بالسؤال نفسه شو حكي لمعطيني كان محيط ولا مساحة؟ أعطاني معلومة أشياء؟ هو معلومة واحدة معطيك بس مايش يعطانيها؟ المحيط أنا بس بدي معلومة واحدة غير هيك بدي اشمنهم عطاني كان يريد المحيط 54 يعني بدي اشيل حرف بي وحط مكانها 54 هكي كتبت القوانات في مشكلة؟ بس مدل ما أعط بي حطيت قيمتها 54 في مشكلة؟ اتوقع مفهوم صح؟ الخطوة رقم 2 الخطوة رقم 2 هي سيد العزيز بحكي له خلي Y أو H حسب السؤال ممكن يكون Y أو H يعني إذا بالمستطيل Y بالمربع Y بالدائرة Y R بالمتوازن يعني خلي واحد تخليش X خلي Y موضوع القادل إحنا إيش عندنا هاي صح؟ دخلي Y إيش لحالة شو بدي أعمل؟ دخلي Y لحالة يعني شايفين الاتنين X هاي؟ بدي أنقلها على الجهة الثانية كانت موجب اتنين X لما أنقلها شو بتصير؟ سالة بثنين X يعني بتصير أربعة خمسة ناقص ثنين X تساوي ثنين Y عدم المؤاخذة أنا حكت لك خليلي Y خليلي Y Y لحالها مش ثنين Y يعني ما أريد ثنين Y فبقسم على ثنين بقسم على ثنين صفة Y لحالها صفة Y تساوي صفة Y لحالها Y تساوي أربعة وخمسين ناقص ثنين X على ثنين تحكي لي أستاذ ليش ما قسمت على ثنين يعني؟ ليه ما حكيت أربعة خمسين على ثنين سبعة وعشرين وهاي راح بحالها؟ ليش ما حكيت سبعة وعشرين ناقص X يعني؟ ليش ما بسطتها؟ بهذا السؤال حاب تجيب علامة كاملة؟ عن خبرة بحكي لك عن خبرة مع التصليح ومع شوفة مليون طالب تمام؟ مليون طالب شوفناهم نصيحة؟ لا تبسط بهذا السؤال بس بهذا السؤال ممنوع منعا باتا انك تبسط شو ما كنت شاطر؟ لا تبسط خليها لا تبسط نهاية هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة المفروض انك كاتبهم لو مش كاتبهم ارجع اكتبهم وحط لي الورقة جنبك وانت بتحل ارجع اكتبهم وحط لي الورقة جنبك وانت بتحل تمام؟ تمام تعالي الطلع الخطوة الثالثة ايش هي؟ بحكي لك خلي عوض في القانون اللي ما استخدمته الخطوة رقم ثلاث عوض في القانون اللي ما استخدمته عنه قانون ما استخدمته هذه قانون قانوننا. احنا استخدمناها قانون ما استخدمناها. يمشي معها حب حب انترا حتى لا نفهم. شو كان القانون اي يساوي اكس ضرب واي صح? كان القانون اي تساوي اكس ضرب واي. طب اي شي يل واي هي قيمتها? هي كاتب لك واي تساوي واي تساوي صح? فبدا احط قيمتها. خمسة اربعة ناقص اثنين اكس على اثنين. يوستان متأكد ما بدك تبسط يا زرم? ما بدك تبسط. هي خاو الشغل اي بديش ابسط. هاي ايه? تساوي. خلينا اخلص السؤال. بضرب في هاي. بضرب الاكس في هاي. وبضرب الاكس في هاي. خمسة اربعة وخمسين ضرب اكس. باطيني اربعة وخمسين اكس. اكس ضرب اثنين اكس. اثنين اكس تربية. طب والا اثنين اللي تحت تخليها. من ذا يجيدكم? لا. خطوة اللي بعد هاي. خطوة رقم اربعة اشية كانة. اشتاق وساوي بالصفر. اشتاق وساوي بالصفر. يعني ايش بدي اعمل هسا? بدي اشتاق. يعني ايه? براي. طب اشتاق ايش يوستا? اشتاق وين وصلت? انت وصلت هون? انا حكي لك اشتاق. يعني انت وصلت لهون. يعني تخيل انوية. انا حكي لك اخصوصها ايه السحرية. قد ي schwierig انت اشتاق. ايش تشتاق? تشتاق المسألة الجبل. لا. وين وصلت? انت اشتاقها? شو مشتاقت الايك? اي براين؟ شو مشتاقت اربعة وخمسين اكس اربعة وخمسين. شو مشتاقة اثنين اكس تربية اكس اثنين. اثنين لتشتاقها؟ اش تربيعت على اياش? على اثنين. لتشتاقها لا لتشفر. لا لأ هاي تتاعت لا لتش فيها. ما يلك فيها خلق اتركها تعرف شو يعني الاثنين تحت يعني هاي المسألة كلها تضرب واحد على اثنين ما بتأثر ما بيأثر الخطوة اللي بعدها اشتقوا ايش انا حكيات تساوي باياش اشتقوا ساوي بالصفر اكتب لي ملاحظة قد الدنيا جنالي اخوك اللي صغير ورفع عن ظهره تمام او ابن اختك اي 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 عجب صغير يمسكو اكتب على ظهره مش تصدق هسا يعني ملاحظة مهمة اكتب لي ملاحظة دائما بسط على مقام بساوي حد نضرب ضرب تبادلي هاي المعلومة انا حكيتلك مليون مرة بسط على مقام بسط على مقام بساوي ان شاء الله ارنب اضرب ضرب تبادلي هاي الخطوة اللي بعدها اشتقينا وساوينا بالصفر هسا الخطوة اللي بعدها اذا بدك تحط هيك بين قوسين يعني براح المقام بين قوسين يعني راح المقام هيك يكتبها بين قوسين يعني راح المقام يعني بكتب هاي اثنين ضرب صفر بتروح صفر هو واحد ضرب اي شي ما بيأثر يعني كنت كتبت السؤال كمان مرة بس بدون مقام شايف كيف كاني كتبت كمان مرة بدون مقام الخطوة اللي بعدها كانت انشية بعد ما اشتقوا اساوي بصفر قوجة قيمة اكس هاي موجب خمسة أربعين اي اربعة وخمسين هاي الناقص للأربعة اكس يعني لو مسكت الأربعة اكس هاي الله لو مسكت هاي سالم أربعة اكس ونقلت على الجهة الثاني شو راح تصير راح تصير موجب أربعة اكس موجب أربعة اكس وعلى 4 لا أريد 4x وعلى 4 وعلى 4 وعلى 4 وعلى 4 وعلى 4 وعلى 4 إذا طلعت قيمة x إذا طلعت قيمة x تقريبا 90% بعد أن أظهر x أظهر y حسب السؤال الرئيس الموجود بالسؤال هنا ايش هنا y وين في y حيوة بدأ طلع y حسب الخطوات ايش بيحكي لك المفروض كاتبها كانت الخطوة الرابعة اشتقوا سابق الصفر اوجد قيمة x اوجد قيمة y مطلب بعده وين في y حيوة حيوة بدأ أوجد قيمتها طال قدام هنوجد قيمتها بدأ أوجد قيمتها قدام هنوجدها ضحط أزرق هيدا أوجد قيمتها هات y تساوي 54 ناقص 2 ضرب x قيمتها قيمتها 13.5 على 2 على الآل الحاسبة كل هاي بس ما بحط على الآل الحاسبة 54 ناقص 2 13.5 هذا غلط على الآل الحاسبة بحسب كل اللي فوق لحاله كل اللي فوق لحاله بحسبه بعطيني جواب 27 بقسمه بعدين الناتج بطلع ما بقسمه على 2 يعني 27 على 2 بعطيني جواب 13.5 ما بحطه بنسخاش على الآل الحاسبة هاي مش الآل السحرية اتيقن انه بالوزان الله انت للآل الحاسبة رح تجيك معاقة على الآخر يعني مش رح يبعته لك كاسي يعني طواي طلعت قديش 13 نص هيك السؤال يعني انت اخذت علامته كاملة انت اخذت علامته كاملة بس في بعض الاحيان في بعض الاحيان تمام ممكن يكون طالب مطالي بزيادة فانت شو بتعمل بتكمل سواء كان طالبهم ولا لا بتكمل السؤال للآخر الخطوة البعدي ها بشتق المشتقة الثاني شو الخطوة البعدي ها بشتق المشتقة الثاني بصير افتش بالسؤال بالحل تاعي بصير افتش بالحل تاعي وان المشتقة الاولى هاي هاي المشتقة الاولى شايفينها بشتقها كما مرة بشتقها كما مرة ها هاي المشتقة الاولى شايفينها بشتقها كما مرة طب تصير اي دابل براين مش حكي لك سهل حكي لك توجيه معنا بتوجيه اي دابل براين شو مشتقة الاربعة خمسين صفر شو مشتقة سالب اربعة اكس سالب اربعة والاثنين اللي تحت اللي دخل فيها لا بخليها مشتقة الاربعة وخمسين صفر السالب اربعة اكس مشتقة سالب اربعة والاثنين ما خليها ما لي فيها هاي اذا مقصوم او مضروب ما لي فيها اما اذا كان جمع وطرح لا صفر بتكون سالب اربعة على اثنين سالب اثنين طب سالب اثنين قيمة عظمة ولا صغره اذا سالب قيمة عظمة وانتهت السؤال بنيتو انتهى هيك السؤال انتهى بتمشي على الخطوات خطوة خطوة شو ما كنت قطاعة على الخطوات هاي ده بلش لك معها في البداية هي كانت السؤال هيو هاي اول خطوة هاي خطوة ثالث خطوة هاي السؤال هاي الحل اكتبها وتطلع عليها وبس صعب 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 بس عادي حسب نحل تراثمائة مليون سؤال عبد ما تستعبوا هاد اول سؤال دايما اول سؤال ايش بيكون صعب دايما اول سؤال صعب نحل سؤال سؤالين ثلاث أربعة خمسة ما عندنا مشكلة انا ما بحكي لك انه سهل هذا طلاب التوجيه بعيطه منه بعيطه انت بتعلم بحكي لكش انه طلاب التوجيه انك مش توجيه لا انا بحكي لك لفضل الثانية واحدة بيقدمه دول بيكونوا شدين حيلة ومنه نرفع راس الدنيا كلها وكسح كسح نبدأ الفرح ويكون مش زي حلاتك زي الاول ثانه بمطقه لا 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 لالاك عدد بدهم يدرس بدهم يدرسوا يعني لو راحت معلومة عليه بنجنة هو انا بصيري عيط بس هاي هوا هاي بتفهموا قادة بتفهموا يعني ممكن ما فيمتونش مئة بالمئة انت السؤال بس مقدور انه ينفى مقدور انه ينفى هذا اول سؤال فببارك لما نحل مليار سؤال تقدر تستعمه حلينا اتحقق من فيهم خليني احل مثال ايش من الحياة خليني احل مثال من الحياة تمام تمام يب بحكي لك اشترى مزارع همشي معها حبة حبة بس قبل ما يشترى المزارع سؤال حس المحيط المحيط هو مجموع اطوال اضلع محيط اي شكل هو مجموع اطوال اضلع فمحيط هان اللي اشي المستطيل اللي قبالي حبتين من اكس وحبتين من وي لو رجعنا لسارة حكتنا سارة اسمع منكريلي هاد الكفر تمام منكريليه بس بديش اياك تمنكري هاد كامل مع هذا راح تكون منكر هاد وهاد وهاد هذا ما راح تمنكره صح لما بدها تيجي تحاسبني سارة راح تحاسبني على هاد على طول هاي وعلى طول هاي وعلى طول اللي تحت هاي هاي اللي هون هاي اللي تحت كامل صح هاي ما راح تحاسبني عليه صح منطقية هاد المحيط طلق بحتي لك اشترى مزارع سياج طول السياج هاد 800 متر شو طول السياج 800 متر لتسييج حقل مستطيل الشكل يعني عندي مزرعة حتى تخيل ما عندي مزرعة شريت انا شريت 800 متر سياج 800 متر بدي اسييج المزرعة تاتي وكان هذا الحقل مقابل لطريق زراع يوجد بمحاذاته سياج من قبل يعني انا عندي مزرعة انا عندي مزرعة تمام جبت سياج بدي اسييج هاي المزرعة لتشييك مزارعكم هاي اللي على الحطات نفس المبدأ بدي اسييج هاي الجهة بدي اسييج هاي الجهة اجاب بدي اسييج الجهة الرابعة كان فيه سياج كذا ايضا ايضا هالا جهة اخير وصاعد نفس المزرعة جهة الرابعة بدي اسييج افترض حابتين من x وحابة واحدة من و يدعي اللCK بدك للحابتين من 2 و المساحة تاعة المستطيل X في Y. صح او غلطة اكبر مساحة ممكنة يمكن المزارع ان يحيط بها السير. خلص اكبر مساحة اقل اقل مساحة هاي الشغلات ايش نعمل بدي امشي على الخطوات. اول اشي هو معطيني تمنمية ميتا لا ايش. تمام? محيط صلح؟ اشترى مزارع سياج طولك. اه اه محيط اعلم ان امسك السياج تخيل معي. لما انا المزارع بدي امسك السياج راح اروح المحيط ينصف على المحيط يعني. هون جهات 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 محيط. مش راح امسك السياج وافعم المزرعة. ضدوا ازددو على الارض وافردو.forder twistingических. مش راح افرده على المزرعة نفسه على الارض لا تمام تحكي لماشي الله نحل السؤال يلا نحل السؤال الخطوة الاولى الخطوة الاولى ايش هي اول خطوة بحكي لك اكتب القوانين اول خطوة انا بتعمل اكتب القوانين اول قانون اللي هو الا تساوي اكس في واي قانونين للمستطيل قانونين لازم اكون حافظهم بس ممكن انك تغير القوانين عادة يعني زي هذا المحيط المحيط مجموعة اطول الاضلاع بس بس المحيط تمام اول حجم فالمحيط مجموعة اطول الاضلاع اللي هي ايش اتنين اكس كانت زاد اتنين واي بس بهذا السؤال ما في اتنين واي في واي واحدة عرفت ليف صح؟ شانه اخر جهة مسيجة هي التنتين اكس حبة تنتين من اكس وحبتين من واي فوق وتحت بس اللي تحت خارب ما فيش داعه سيجة ما هي مسيجة فصال راح تسيج لي هاي وهاي واللي فوق ليه تحت مسيجة فعندي حبتين من اكس حبب من واي هاد القوانين هاي القوانين كتبناها تبع تعليمعي الخطوة البعديها او قبل الخطوة البعديها هو ايش كان معطيني بالسؤال معطيني المحيط كم من متر تمانمية فكان معطيني المحيط تمانمية الخطوة البعديها بخلي الواي لحالة يعني الـ 2x هاي شو بدي أعمل في هذا نقولها على الجهة الثانية فصارت المسألة 800 تساوي ناقص 800 مساكت الـ 2x كانت موجب 2x لما نقولها بتصير ناقص 2x طب ماذا بتصير ناقص يا أستاذ إذا كان موجب ونطيت فوق المساواة ماذا بتتغير الإشارة يعني لو أبدل هدول الثنتين ما كانت بغير الإشارة بس إذا نطيت فوق المساواة إذا كانت موجب بتصير سلب وإذا كان سلب بتصير موجب لما نطت على الجهة الثانية صارت سلب 2x وضل هنا الـ y هو موجب وي خليت y لحالة خليت إيش؟ y لحالة الخطوة البعديها إيش هي عوض في القانون اللي ما استخدمته أنا قون ما استخدمته استخدمت أنا هذا هذا القانون ما استخدمته فبحكي a تساوي x ضرب y طب إيش هي الـ y هيا 800 ناقص 2x تحكي لي ماشي على عينه وعراسه خلينا أدخل الـ x لجوه أدخل الـ x لجوه يعني هاي الـ x بدأ أدخلها هون وهون فبتصفي عندي المسألة a تساوي x ضرب 800 800x x ضرب 2x 2x تربية x ضرب 2x 2x تربية تمام؟ تمام ايش بدك؟ مصاريخ اه مصاريخ 2x تربية حلو؟ 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 بشتق شمش تطاقة 800x لخطوة البعديها بشتق صح؟ لخطوة البعديها بشتق ماشي على الخطوات على الخطوات شمش تطاقة 800x 800 يعني البني آدم اللي مش كاتب للخطوات ما رح يعرفي حالها طب يا أستاذ كيف بدي عرف حال لازم تحل أربعة أسئلة عنه هذا الموضوع حاب تتقن هذا الموضوع لازم تحل أربعة أسئلة غير هيك استحالة حتى لو نفس الأسئلة اللي بحلها لازم تحلها في إيدك أربع مرات والثمان خطوات قدامك تمشي عليها هذه الخطوة الأولى صح عملتها الخطوة الثانية عملتها صح الثالث الرابع الخمسة السابعة الثامنة تمشي عليها هذه الخطوات التمانية الورقة يقبالك على يمينك على يمينك على سبيل المثال وبتحل تمشي على الخطوة وحل نفس الأسئلة عادة شمش تطاقة 800x 800 شمش تطاقة هاي الخطوة البعديها بأوجد قيمة X بدي أوجد قيمة X يعني السالح مع 4X هاي بنقولها على الجهة الثانية ٹ ليش أنقلها على جهة الثانية عشان أخلي reactive فصارت 900 تساوي 0ati4x ٹ ليش عملت هيك عشان أخلي po cros طاب ليش بدك أتخلي ال next to y ازالي أوجد قيمتها هاي 카�ي 4 ضرب X فأقسمها 4 ٤ مع 4 بتصفح x تساوي 800x24 ميرسي ميرسي حياتي فبقسم تمام بقسم 800 تقسيم 4 قديش 200 صح فبتطلع 200 تطلع قيمة X 200 بعد ما طلع قيمة X لازم اطلع قيمة Y بعد ما طلع قيمة X لازم اطلع قيمة Y صح كده طلع قيمة Y بروح بفتش على Y وين في Y Y Y Y Y Y هيا بدي اطلعها احفظ ليها عصد اروح اقوضها فبدي اطلع Y بحكي Y تساوي كانت 800 ناقص 2 ضرب X قديش قيمة X 200 طب اطلع الجواب على الآل الحاسب يقولها بعطيني قيمة Y 400 بعطيني قيمة Y 400 الخطوة البعديها بشتق المشتقة الثانية طب وين المشتقة الاولى أنقذ المشتقة الثانية دقيقة الرائمة تنظر لها ها هي المشتقة الاولى اشتقها كمان مرة أس trained up all hy بي تصير اسمها ايه دابل برايب شو مشتقد 800 صفر شو مشتقد سالب اربعة اكس سالب اربعة عسى السالب اربعة قيمة عظمة فهو انا بتأكد من حلي اذا اطلع صح ولا غلط من هاي الكلمة هس هو طلب مني اكبر مساحة طب هاي عظمة معناته حلي صح واخر اشي هو طلب اكبر مساحة وين قانون المساحة قانون المساحة كان هو ايه تساوي اكس في واي اوجد المطلوب هو حكالي اكبر مساحة اشي المساحة اكس في واي هاي المساحة الاريا اكس واي طلعت قيمة الاكس 200 ضرب قيمة الواي اربعمية فميتين ضرب اربعمية واحد اثنين ثلاث اربعة تمانين تمانين الف متر مربع وبس يا سيد الاسس وبس يا سيد الاسس هاي الخطوات وهي الحال هاي هاي تمانين الف متر مربع واصلة مش واصلة المفروض انك تكون فاهم بس ما تعرف الحل هذا المفروض انك فاهم ما بتعرف ترى هذا مشروبه متعرف شاي بحليب بنعمع اي مكونا مش موجود بزبطش لازم بنعمع بزبطش مرمية شاي بحليب بنعمع شاي بحليب بنعمع شاي بحليب بنعمع شاي بحليب بنعمع يا الله نحله شاي لا ما روكي على الفيديو البعدي شاي لكي ذنب شاي مطلوب بنتك سيد الاسس حال إسمع أنت خلق في فايت على الفيديو تفهم فيه عشان تفهم و تعرف تحل عشفاظي تتروحش على الفيديو البعدي بدون تحل السؤالين اللي عليتهم بيدك لا تفوت فيديو اللي بعدين لا تفوته غير لما تحل هدولك السؤالين بيدك وتكتب التمن خطوات وتكتب القوانين على ورقة لحال وصورها يا أفضل عشان ما تضيع لازم تحل بيدك بعد ما تحل بيدك تعرض هذا استحالة تفهمه إذا مش حال هدولك بيدك يعني صعب الموضوع لنك تفهم لازم تمشي على الخطوات اللي بعطيك إياها يحكي الحل حل حتى لو مش ملحك خلص اضمن السؤالين بيدك موسيقى